المالية تصدر دليلا مبسطا بالمزايا والحوافز الضربية المقررة للمستثمرين بيلاروسيا توافق على عبور صادرات الحبوب الأوكرانية عبر أراضيها بوتن يهدد الدول الغربية بخفض إنتاج النفط وأسعار البترول تسجل أكبر خسائر أسبوعية وسط مخاوف من الركود نشرة اقتصادية مفصلة تأتيكم عبر شاشة قناة النيل للأخبار من القاهرة مرحبا بحضراتكم أصدرت وزارة المالية دليلا مبسطا بالمزايا والحوافز الضربية والجمركية المقررة للمستثمرين بقوانين الدرائب والجمارك والاستثمار وغيرها وأوضحت الوزارة أن تلك الخطوة تأتي إدراكا لأهمية تنمية الوعي الضربية والجمركية لدى مجتمع الأعمال وتستهدف الوزارة من إصدار الدليل جذب المزيد من الاستثمارات وتوسيع القاعدة الضربية التصديرية ومن ثم تعظيم القدرات الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة على نحو يتصق مع ما تبدله الدولة من جهود لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنمية والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اعتزام الحكومة إلغاء الدعم العيني للسلع التموينية وتحويله إلى دعم نقدي مع بداية العام المقبل من جهتها نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية تلك الأنباء مشددة على استمرار الدعم العيني لسلع التموينية كما هو دون أي تغيير في المنظومة واشرت الوزارة إلى استمرار صرف المقرارات التموينية لكافة المستحقين من أصحاب البطاقات التموينية مع منح المستفيد الحرية الكاملة في اختيار احتياجاته من بين قائمة السلع التي يتم ضخها في الشهر قال وزير الإسكان والمرافق عاصم الجزار إن 5246 مواطن سجلوا بياناتهم إلكترونيا وبلغ عدد الحجوزات المبدئية 1539 حجز يأتي ذلك في أول يوم لحجز قطع الأراضي السكنية الصغيرة بمختلف مستوياتها مسكن التي وفرتها الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالطرح الأول ضمن آلية الطرح الدائم لقطع الأراضي وذلك من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للحجز وكانت وزارة الإسكان قد أتاحت بدء الحجز صباح الخميس الماضي وتستمر لمدة شهرين حصد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري المركز الثاني بجائزة الإدارة المبتكرة لعام 2022 جاء ذلك ضمن فعاليات المائدة المستديرة الحادية والأربعين لمؤسسة رابطة الإفريقية للإدارة العامة والتي انعقدت خلال الفترة من السادس وحتى التاسع من ديسمبر الجاري بمدينة كابتاون بجنوب إفريقيا من جهته قال وزير الإسكان عاصم الجزار إن هذه الجائزة هي ثالثة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في خلال أسبوعين فقط مشيرا إلى أن البرنامج الرئاسي سكن كل المصريين أصبح من أهم برامج الإسكان على مستوى العالم بحث وزير الزراعة السيد القصير مع نائب الرئيس الإفوري تيمو كو كوني ورئيس الوزراء باتريك أشي سبلة عزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الزراعي يأتي ذلك على هامش مشاركة وزير الزراعة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في لاجتماع رفيع المستوى حول دعم قدرة الاستدامة في بجال الغذاء والأمن الغذائي في القارة الإفريقية والذي تنظمه كو ديفوار بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي وافقت بيلاروسيا على قبول عبور محاصيل الحبوب الأوكرانية المزمعي تصديرها من خلال الموانئ الليتوانية عبر أراضيها وأكدت الأمم المتحدة تأكيد بيلاروسيا دون شروط مسبقة عبور الحبوب الأوكرانية وسط مطالب الحكومة البيلاروسية باستماح بتصدير الأسمدة من بيلاروسيا والتي تغضع حاليا للعقوبات أعلنت المفوضية الأوروبية أن الإصلاحات التي أقرتها المجر لمكافحة الفساد غير كافية لتبرير الإفراج عن 7.5 مليار يورو مخصصة لها ما زاد من حدة المواجهة مع بودابست من جهتها ردت حكومة رئيس الوزراء المجري اليمني فيكتور أوربمان بالمماطلة في تمرير قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن تقديم مساعدات مالية لأوكرانيا والموافقة على حد أدنى فقط من ضريبة الشركات وفي محاولة للخروج من المأزق طلبت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بقيادة فرنسا وألمانيا من المفوضية الأوروبية إعادة تقييم إصلاحات المجر أفادت براكسل أن دول الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها بلجيكا ولوكسنبورغ جمدت 18 و 19 مليار يورو من أصول أثرياء روس وكيانات فردت عليها عقوبات بسبب الأزمة الأوكرانية وفرض الاتحاد الأوروبي حزمات من عدة عقوبات غير مسبوقة على الاقتصاد الروسي منذ أن بدأت موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا في فبراير اعتمدت المفوضية الأوروبية خطة الانتقال الإقليمي لرومانيا التي سيتم بموجبها تخصيص استثمارات بقيمة 2.14 مليار يورو لدعم الانتقال العادل نحو الحياد المناخي في المناطق الأكثر ضعفا في البلاد والتحول إلى اقتصاد أكثر جاذبية واغدرار وسيستثمر الصندوق أيضا في تقنيات الطاقة المتجددة والنظيفة مثل الهايدروجين لمكافحة فقر الطاقة كما سيساعد الصندوق في الحد من انبعاثات غازات الخاصة بالاحتباس الحراري من خلال تشجيع انتاج الصلب الأخضر بما يوفر آلاف الوظائف الجديدة ويضمن بقاء هذه الصناعات الاستراتيجية في أوروبا أعلنت وكالة حماية البيئة بالولايات المتحدة أن الجهود المدولة لإزالة النفط من أكبر تصرب للنفط الخام في الولايات المتحدة منذ ما يقرب من عشر سنوات سيستمر هذا الأسبوع مما يجعل من المرجح أن يستمر إغلاق خط أنابيب كاستون لعدة أيام أخرى وأغلقت شركة تي سي للطاقة أكبر خط أنابيب لنقل النفط من كندا إلى الولايات المتحدة الأربعاء الماضي بعد أن تصرب 14 ألف برميل من النفط إلى جدول بولاية كانسس هذا هو ثالث تصرب لعدة ألاف من براميل النفط الخام من خط الأنابيب منذ افتتاحه لأول مرة في عام 2010 في أسواق البترول العالمية انخفضت أسعار النفط عند التسوية في تعاملات متقلبة يأتي هذا الانخفاض مع تسجيل الخامين القياسيين أكبر خسائر أسبوعية منذ عدة شهور وسط مخاوف متنامية من الركود محت آثار القلق بشأن الإمدادات في أعقاب بيانات ضعيفة في الصين وأوروبا والولايات المتحدة ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنت ليصل إلى 71.200 دولار للبرميل عند التسوية مسجلا أدنى مستوى في 2022 وتراجعت العقود الآجلة لخام برينت خمسة سنتات مسجلة 76.100 دولار للبرميل عند التسوية إذن مشاهدين لم يتبقى لنا في هذه النشرة الاقتصادية المفصلة سوى التذكرة بأهم ما ورد فيها من أخبار المالية تصدر دليلا مبسطا بالمزايا والحوافز الضربية المقررة للمستثمرين بيلاروسيا توافق على عبور صادرات الحبوب الأوكرانية عبر أراضيها بوتين يهدد الدول الغربية بخفض إنتاج النفط وأسعار البترون تسجل أكبر خسائر أسبوعية وسط مخاوف من الركود نهاية النشرة الاقتصادية للمزيد من المتابعة زوروا موقعنا عبر الانترنت الى اللقاء